اجعتلكم بفيديو جديد ومطع جديد وقصة جديدة يارب تستمتعوا وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لكومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام ويلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ بقول صاحبة القصة انا بنت من يوم عرفت الدنيا وانا مدللة البس من افضل الملابس امي حنونة علي وزوج امي مثل ابوي واكثر ولا بحياتي عانيت من تعب او مشقة امي معلما في نفس مدرستي ساكنة في اللا راقية ما نروح الديرة اللي فيها اهل ابوي الا نادرا جدا اروح لا ممكن كل سنتين او ثلاث اسلم عليهم وامشي ما احبهم مرة ولا اعرف ابوي الشيء الوحيد اللي اعرفه انه مسجون وصلت 16 سنة وبدأت اقلق من قلق امي وهمها وخوفها ومن كثر مع موضوع شاغلها مختصر حياتها السابقة انها اتزوجت من ابوي وهو ولد عمها وعاشت معه ستة اشهر عذاب وضنك وكان يضربها وطلع مدمن وبعد الزواج بستة اشهر تضارب مع زملاءه في الشغل وطعن واحد منهم وتوفى وابوي انسجن وبعد ما ولدتني امي رفعت قضية الطلاق وتطلقت وبعد ما كملت سنتين تزوجت شاب طيب وجابت عيال وبنات وتوظفت ونقلت مدينة ثانية وطول عمري عايشة في استقرار وسعادة الكل يحسدني عليها نرجع للقلق والتوتر اللي امي عايشته اهل ابوي جمعوا الدية الاهل الشخص اللي قتلوا ابوي وتنازلوا وابوي وقتها طلع من السجن وفيه حقد وحب انتقام يبغى ينتقم من امي لانها تخلت عنه وتزوجت وامي ما غير تدعي وتبكي لان ابوي ممكن يسوي اي شي حتى اهله ما يقدرون له واللي خافت منه صار اول شهر طلع فيه رفع قضية حضانة لجلي ياخذني منه وللأسف راح سوى كل شي في مسار القضية وكسبها وجان امر قضائي بتسليم له يا الله كانت مصيبة بالنسبة لنا امي نقلوها المستشفى جاها انهيار عصبي وانا ابكي ليل نهار واضم اخواتي الصغار واخواني كنت توي خريجة من ثالث متوسط وحسيت اني لازم اكون قوية واجبر خاطر امي باي كلام يطمنها كنت اقول يا ماما انا قوية ورح اقنع ويرجعني عندك واصلا رح يطفش مني ومن طلباتي وبكلمك كل يوم ولو فكر يضربني او يعنفني تأكدي اني ببلغ الشرطة ولا رح اسكت عليه وقتها يكون عندك دليل تقدرين تطعنين في الحكم وارجعلك على كثر ما طمنتها الا انه دموعها ما نشفت على فراقي واني قلبي يبكي بس ما ودي تتعب زيادة جاء اليوم الاتعس في حياتي وقف ابوي عند باب بيت امي وكنت منهارة داخليا انسان ما اعرفه وطلعت وتركت امي في حال يرثى لها بين يدين زوجها وبكاء اخواتي واخواني ركبت معه ولا قل ولا حرف ومشينا وكان مسرع مرة متجهة على الديرة وجهه ما يطمن ملامحه قاسية ما التفت عليه حتى يناضر قدامه يسوق شارد ذهنه وسيارته كانت قديمة ومكسرة كنت ابكي وامسح دموعي الى ان وصلنا الى اهله طبعا جدتي اللي هي امه عايشة مع عمي الكبير وعياله وداني عندهم وقال خلوها كم يوم اصلح خرابة البيت واخذها ارتحت مرة عن جدتي وبنات عمي طبعا ما عاد شفته من بعدها وكنت اكلم امي كل يوم وطمنها الى ان جاء بعد اسبوع واخذني ورحت معه البيت وكان حاد النبرة والكلام وقاعد يسرد عليه قوانين وانه ما في عنده بنات يطلعون من البيت للمدرسة وافكر اكلم امي او اروح لها ويناظرني وعيونه تقدح شرار طبعا ما يدري وقتها انه عندي جوال مخبيته عنه المهم قلت له ابشر وكان بيته حلو ومفروش جديد ومطبخه كل شي فيه وشكله كان ناوي يتزوج بس يغيب عني بالايام ما غير جدتي تجي تنام عندي او وحدة من بنات عمي الى ان بدأ يرجع لاصحابه الخربانين وتغير علي وصار يضربني بدأت السنة الجديدة مفروض اكون اول ثانوي لكن منعني ادرس وانقلبت حياتي وضعف جسمي كل ما ضربني كلمت الشرطة وقالوا جيبي شهود وعمي وعيالي واهل ابوي كلهم يرفضون يشهدون خوفا منه في نظرهم انه مجنون ممكن يسوي اي شي وكل ما علمت امي تنهار لكن ما بيدها حل ربعت قضية لكن مشوار المحاكم طويل وانا قاعدة اموت كل يوم من قسوة وظلمه الى ان عم الكبير جاني في يوم وقال ادري انك صغيرة بس ولدي معلم توم تعين ومحترم وحنون اش رايك تتزوجين وتفتكين من ظلم ابوك وتسكنون عندنا في شقة والله هذا الحل اللي اقدر علي بنتي طبعا انا رفضت لكن كلمت امي وقالت وافقي اخاف اموت وما شفتك قلبي بينفطر وافقت اكلم عمي ابوي وبدأ ابوي يتشرط ويرفض مرة ويوافق مرة وطلب مهر واخذ كله وتملكت على ولد عمي وبعدها ابوي طلبهم سيارة جديدة وطلعولو خوفا من مشاكل او انو يطلقني من ولد عمي ما كان في فترة ملكة الا شهر ام اشترت لي كل شي على حسابها وارسلت لي الشنط كاملة الى الديرة وبحكم وفاة جدتي ام ابوي ما سوينا زواج عشى في البيت واخذني ولا ندمت ابدا من اول ما رحت لابوي ما شفت الدنيا بعد زواجي باسبوع طلبت زوجي يوديني عند امي والحمد لله ولد عمي كان بلسم ينحط على الجرح يبرى رجعت اخيرا لامي ما اوصف لكم لحظة اللقاء بكاء دموع ما توقف وطول الوقت امي تتشكر في زوجي وجلست عندهم انا وزوجي يومين وفي صباح اليوم الثالث دق جوال زوجي واناظر وجهه معفوس ومتضايق من المكالمة طلع ابوي وعرف انه وداني عند امي وقاعد يتحلف ويتواعد فيه انه يقتلني او يطلقني منه وضاقت صدورنا وقالت امي خلاص روحه لين ربي يلهمنا حل سديد نعرف نتفاهم معه فيه رجعنا لبيتنا وبدأت مضايقات ابوي يجي فجأة بدون موعد واحيانا يجيب اصحابه لجل اسوي لهم اكل قرر زوجي يدور له نقل اي منطقة ثانية من كثر مضايقات ابوي تعلقت في زوجي مرة صار بالنسبة لي اجمل شي بالدنيا رجعت للمدرسة وكملت دراسة اول ثانوي كان يستأذن بدري من دوامه واجي وهو سوى الغداء الطف زوج شفته بالدنيا ولو اطلب عيونه يعطيني يكفي انه يتحمل ابوي وسوء اخلاقه لكن في يوم طفح الكيل ابوي سوى حادث بسيارته وانعدمت وبعدها جاء عند عمي وقال له طلع لسيارة اقصاد عمي طبعا ظروفه عادية وتعذر من ابوي لكن ابوي قاسي واستغلالي قال ولدك يطلع لسيارة جديدة ولا بنتي تحرم عليه طبعا زوجي تول مشتريين سيارة ويدوب في قسطها وابوي شرط عليه سيارة معينة وراتبه ما يتحمل دخلنا في معمعة هم لا يعلم فيها الا الله عمي يتتقي شر ابوي ويخاف منه ومعه حق ممكن ابوي يكتل ويدمر ويحرق بيت ولا همه احد في يوم دق علينا الباب الصباح وكان معه مسدس واخذني بالقوة من زوجي وجلس يهدده لو ما طلقني بيكتله وانا اقول طلقني طلبتك ارجوك اهم شي ما يكتلك وهنا طلقني من كسر وراجعت بيت ابوي الكئيف ودمعتي ما جفت وقررت الانتقام من ابوي جلست ايام ادق على زوجي ما يرد واخيرا بعد اسبوع كلمني وضغط علي رجعني ونهرب انا وياه باي طريقة وسمع كلامي ورجعني على دمته واذا طلع ابوي يجي عندي يجيب لي اغراض واكل ويجلس معي عايشين في رعبه كأننا بالحرام مو زوجين بالحلال ورافض زوجي اننا نهرب يخاف على ابوه وامه يقول انا وياك بنهرب وش بيصير ابوك رح ينتقم من ابوي وحتى اخواني واخواتي ولا نقدر كلنا نهاجر من ديرتنا خوفا من ابوك الى ان جاء ذاك اليوم اللي طلعت معه وكشفنا ابوي وانا راجعة اطلق علينا النار وجدت في السيارة وباعجوبة نجينا دخلت البيت وضربني ابوي ضرب مبرح كسر خشمي واغمع عليه من شدة الضرب صحيت وانا غارقة في دمي وحلقي ناشف وعظامي متكسرة يومين ما شفت ابوي وادق على زوجي ما يرد ثالث يوم وكانت الفاجعة ارسل لي زوجي ورقة طلاقي وكاتب فيها رح اجلس احبك الى اخر يوم في عمري بس انا اسف ما اقدر اعرض امي وابوي للخطر ابويك ضرب ابوي وهدده بالسلاح وانا ما لحل الا اني اطلقك وانا قلت مدينة ثانية عشان ما اعيش على ذكراك واعذبك واعذب نفسي هنا انا خارت قواي وفكرت كثير ان تحر او اكتل ابوي قاعد يدمر حياتي عشان مصلحته كسرني وقررت اهرب مرت ستة اشهر وانا صار عندي شبه الحالة النفسية الهستيرية بس انام وااكل حتى امي ما عادب واتواصل معاها وعندي هواجيس وسالف مع نفسي واهرب من الواقع واعيش احلام يقظى اني مع زوجي واني انجبت منه ومع لعبة اعيش معاها دور الام اضحى لنفسي وهو مر من عمري اسابيع وانا عايشة بحلم واكلم الالعاب والاثاث ابكي بكاء مرير حتى ابوي صار يحس فيني ويخاصمني ليش انهبلتي ويجلس يتأمل فيني بالساعات لكن القاسي قاسي شويات ويطلع ويتركني امي ما بقى الطريق عشان توصلني ولا قدرت وانا ما عادة اهتم لأي شي في الحياة في يوم زادت حالتي وابوي يرحمني مرة دق على بنت عمي وقال تعالي وجدت وشافتني وجلست معي يومين وشوي شوي رجعت للواقع ويا ليتني ما رجعت سألتها عن اخبار زوجي وطلع تزوج وزوجته حامل وانا نساني اكيد ما قدرت اخبي حزني بكيت في حضنه وهي تبكي معي وقررت انساء رجعت للواقع المر وجلست مع ابوي وعلمت واش سوى فيني حرمني من امي وزوجي وطلبت بس اكمل دراسة قل لي ادري اني ظلمتك لكن انت الشيء الوحيد اللي اقدر اقهر في امك وانتقم منها بعد ما تخلت عني يوم دخلت السجن بس خلاص بخليك تكملين دراسة وجاب لي جوال جديد يا ربي مااني مصدقة كنا في فترة اجازة صيفية وانتظرت دوامات بكل شوق في يوم جاني رابط واتس قروب اسمه رياضة الجنة استغربت من الاسم دخلت القروب وجلست اقرام معلومات جديدة امي ما كانت ملتزمة واجد ولا كثيرة قراءة قرآن ولا سنن في القروب هذا تعرفت على بنات عندهم ختمه كل شهر غير ورد يومي حفظ وتفسير آية واقتباسات من السنة وكأني كنت في بحر غرقانة وطلات انا حتى الصلاة كنت كثير متهاونة فيها والله ما اعرف الحكم تغيرت شخصيتي تغير جذري بدأت احس بالسعادة طرلي هدف انشغل وقتي كله ابوي يجي اقابل واضحك معه حتى هو صار لين وحنون يخاف علي من النسمة لكنه ما يعرف يعبر وبدأت الدوامات ودومت اول اسبوع كأني طيري رفرف من كثرة الوناسة حتى الكتب يوم استلمتها كنت اتأملها وكأنها ثروة مو كتب لكن امر الله فوق كل شي في احد الليالي جاني عمي قال ابوك تضارب مع اصحابه في الاستراحة وجاء طعنة في رقبته من مجهول وكلهم تحت التحقيق وجلس ابوي في المستشفى شهر ونص كنت في هم وغم وحزن طلع بعدها ابوي من المستشفى وبردت قضيته لكن طلع عاجز مشلول كانت نظراته فيها كمية احباط وحزن مر اول يوم عادي بصمت قاتل ثاني يوم دقت امي قالت ابوك الحمد لله ضعفت قوة وانتهى امره ربي نصرني واستجاب دعوتي باجي امرك وامشي معي يا كثر ما انا مشتاقتلك يا بنتي الحياة بدونك ما تسوى تعذبت سنوات وقلت لها وابوي قالت ما عليك دار العجزة بيتكفلون فيه وعمك موجود كفلت منها سمعني ابوي رفع راسه وقال خلاص بتروحين ما حسيت بنفسي الا وانا طايحة عند ربته وقلت لا لا ما بروح قال ما هو بكافك لازم تروحين مع امك وتعيشين الحياة انا ميت ميت اليوم الثاني الساعة 9 الصباح الا وامي تدق الباب ودخلته حضنتني وبكت وكانت موجوعة من منظر بيتنا القديم حضرت قهوة وسولفنا وقالت هيا يا بنتي خلي كل شي في الدنيا وامشي معي قلبي احترك صحة انتهت اهملت اخوانك واخواتك وزوجي في بعدك انت حياتي وانت صديقة وبنتي وامي كلامها رجع لروح الحياة وحطيت راسي بحضنه وبكيت بكاف سنين مرت وانا في عذاب قلت والله مو اكثر مني يا مامو بس ما اقدر ما اقدر اتركه مثل ما روحك متعلقة فيني ما حد بالدنيا يتمنى قربك مثلي والله ما اقدر اتركه ثانية يا امي احبه رغم اللي سواه فيني اعذريني ابوي كان في غرفته سمع كل الكلام دخلت عنده وسوى نفسه نايم بمجرد ما قلت يبع كثير وفرحة كأنه فرحة طفل وانا مشتتة ومكسور خاطري كيف اضحي عشان انسان استخدمني ادال مصالحه واعتبرني وسيلة امتقام للماضي جلست وحطيته على الكرسي المتحرك وطلعت الحوش جبت له الفطور اللي يحبه واذن الظهر وانا احط اللقمه بفمه وادعي الله يكتبها لي اجر ويرفعني بها بطلت دراسة وخسرت زواجي وفاركت امي لجله وانا اقدر اتركه ولا احد بيلومني علي الايام متساوية ليلي مثل نهاري طول الوقت ارعاو انظف وغير ملابسه وكل مال صحته صارت في نزول لدرجة ما عاد اقدر اوديه المستشفى اتصل على الرعاية المنزلية في هذه الفترة كنت اعزز عند ابوي ايمانه بالله ليل نهار انصحه وتعلم الصلاة من اول كان ما يصلي الله يغفر له ومع التعليم وكثرة التكرار اتقنها وحزن كثير وندم على تركها ومر علينا رمضان رغم مرضه الا انه رفض انه يفطر وكل يوم يقول سامحيني يا بنتي ويدعيه لدعا ينشرح منه صدري كنت اتعب معه بشكل ما تتخيلونه تفاصيل كثير ما احب اذكرها مرت عليه سنة وانا انام عند سرير واصحى اروش ونظف وطلع الحوش يتشمس سنة ما مر علينا لا قريب ولا صديق ولا صاحب امي بس تمرني واكفة وتمشي اللفت تفاصيل يومي معه كنت كل يوم العصر اراجع حفظي للقرآن ويردد معي ونسولف ونضحك احيانا يحكي بسالفة نضحك حتى تدمع عيوننا لكن امر الله فوق كل شي جاء الرعاية الطبية في يوم وقالوا ضغطه مرتفع لازم ننقل المستشفى رفضت وتمسكت فيه واخذوه من عندي وهو يدعي له ويمسك يدي اخذوه وكانت اخر مرة اشوفه فيها يسولف ويكلمني دخل ابوي العناية المركزة جلس اسبوع وبعدها تتعطى الاعضاء وتوفى الغالي الله يرحم ويغفر له ويتجاوز عنه تعبت من بعده كثير وبعت بيته وبنيت له مسجد جامع ورثت من وراء ارض سامت على مليون ونص جات منحة من الدولة زمان وبعد وفاته اعطاني سكها عمي رجعت لامي وكملت دراستي وانا اليوم محتاسة في اختبار التحصيلي وبكمل جامع باذن الله وملكت على اخو زوج امي من الاب انسان طيب وشاريني وارى فيه العوض من الله عن زوجي الاول اللي تخلى عني وانا في عز حاجته في وقت الحال يوم احط راسي عن المخدة واذكر العذاب اللي عشته مع ابوي كافي انقلب حب وتسخير من الله اعجب في امري واحزن وافرح اقول يا ربي كيف سخرتني له رغم ان العيشة معه كانت مستحيلة واتمنى تدعون له وانا متأكدة وواثقة من ربي انه مستقبل بيكون اجمل من طموحاتي وتوقعاتي لكل بنت مهما كان ابوك قاسي او امك اصبري واحتسب ربي رح يرزقك طولة بال لو كنت تعملين لله وبتشوفين التوفيق في حياتك وتيسير امورك والله انه عن باب من الجنة لو اغلق وماتوا ما رح يفتح لك باب مثلوا في الدنيا وبس والله انتهت قصتنا اليوم اتمنى انكم استفدتوا حاجة